اشتركوا في القناة لمجرد فكرة بس توظيف انه يلا خدوا موظفين انتوا بحاجة لموظفين اه نحن بحاجة لموظفين لابنعمل اعادة هيكلي للبلدية نحن بحاجة لمهنسين كتير وبحاجة لفنيين كتير عنا اداريين زيادة يمكن اه لما نعيد الهيكلي تبعية البلدية حنكون بحاجة لموظفين ولكن الموضوع ما بيقفون نحن اخذنا بفوج الاطفاء اخذنا 360 واحد من بيروت وظفني هون طبعا زعل 1500 يلي ما قدروا يفوتوا زعلوا معهم حق يمكن لانه في الوضع الاقتصادي صعب كتير ببيروت ولكن نحن عم ناخد خطوات اكتر من هيك عم نطلب من المقاولين يلي عم نلزمون المشاريع نلزمون انه يكون في نسمة معينة منموم 50% يكونوا بيرتي وانا شخصيا عم يجين كتير طلبات وعم بسعى بهالشركات وفي كتير ناس توظفوا بس في ناس بحبوا انه انا بدي بالبلدية يا خيط طب هلأ مش حالة في مجال برات البلدية ايه في مجالات كتير برات البلدية برعاية البلدية ايه في عنا يعني واحد جنيناتي ممكن عنا كتير مشاريع مراقب للعمال سوائين في كتير شغل بطول الموضوع ولكن الوقت بلش يدهمنا موضوع الكهرباء استاذ جمال حكيتوا وقتا من سنة يمكن في مشروع كهرباء للعاصل بيروت 24-24 يمكن العالم صح تفاجأت انه كيف هيدا بدو صير بعدكن على المشروع لا خلص دفتر شروط توقفنا باخر جلستين لمجلس الوزراء هوني انا بحاجة للدولة مثل ما كنا عم بلش ببداية الحلقة اوه لزعبية حكومية شو بتساعدكم اكزاكت لقلك شو مجلس النواب اصدر انون يتيح لمجلس الوزراء باصدار ترخيص لشركات لانتاج الطاقة اوكي هذا الترخيص انتهى باواخر ايبرل نيسان 2018 حسنة نحن قدمنا طلبنا قبل ما لحقوا مجلس الوزراء يدرجوه انو يسمحونا ناخد الطاقة صحيح كان فيه انتخابات ومن بعدها هده فقطع الوقت ما بقى عنده حرية مجلس الوزراء ناطرين موافقة مجلس النواب مرة تانية على تمديد قدموا طلب تمديد الانون اوكي حيتمدد باول جلس ان شاء الله لمجلس النواب مجلس الوزراء ان شاء الله باول جلساته حيعطينا قرار بالسماح لانه انو ننتج طاقة ومنطلق المناقصة ومننتج طاقة بخلال السنة بيكون عنا الحل النهائي لبيروت بكون تسبقوا الدولة لا بنا نمشي مع الدولة من ضمن خططنا مريع عشر سنين كني بعبدوا عشر سنين تانية نحنا يعني بيروت الماء استاذ جمال بلش الشح بالماء مش الحق علي يكون الدنيا مش شتت ولا تلش ولكن في بعض الاماكن استاذ جمال الناس عم بتقول في قطع للماء لانه في صهريج عم بتعب ماء ويستفيدوا وبالتالة القطع الماء عن الناس انتو عندكن صلاحية بهالموضوع نحن معلنا صلاحية مباشرة يعني الادارة العامية اللي هي مياه بيروت وجبل لبنان بوزارة الطاقة هي مسؤولة عن الماء ومسؤولة عن النتورك من اللي هي بعض اضرب نحنا عم بيصير في عنا انفجارات بالخطوط النقل الماء عم تسبب انهيارات بالطرقات وعم تأزينا كتير بمدينة بيروت انا اتصلت بالمدير العام الجديد عملنا اجتماع عنوية وكلفنا مجموعة مشان تتابع حل الضرر هدا ولكن مشكلة الماء بيروت بيروت بده مية وعشرين الف متر مكعب ماء كل يوم بالصيفية بيوصلها ستين الف بس عبدنا سنة ونوص في مشروعين بسري وسط جنة ناناتهم بيغزوا بيروت اكتر ما هي بتحتاج نحن بهالاسناء درسنا كل الاحتمال شو ما اقوله بعد نعمل نحن بهالوقت هيدا حتى وصلنا لتحلة الابار مياه يلي ممكن نعملها طلعت بتكلف بحدود ستين مليون دولار لنجيب ستين الف متر مقعب انغزي بيروت وبده المشروع سنة ونص لا يخلص بهالاسناء بدك سنة ونص بكون خلص بسري بكل خلص فما كان يعني عنا وبقيت مظبوط ما حدا عم بيتم بيسكرها بقصد وبعبه سهريج وتجارة يعني في كتير اي في مشكلة ثانية هي النتورك اللي هي الخطوط اللي ما اشتهل على كل موضوع بده حلقة استاذ جمال ولكن في مشروع كتير مهم الانارة بالانفاق وحتى على الطرقات وقت حكيت يعني هيك عطيتنا بعض العناوين لد يعني متطور وحتى في تغيير بنوعية الضو اي طبعا يعني عم نغير نحن الانارة تبعية شوارع بيروت كل ايات هدا اسبوع الجاي ان شاء الله نطرح المناقصة بصير رومانسي اكتر ايه بصير اللد هو لونه ابيض اول شي بصير بتوفر منق بحاجة هالكمية الكهرباء لتضوي بيروت نعم بتوفر حوالي 60 ل70 بالمية من الطاقة يلي انت بحاجة لا لا تاني شي هيكون فيها شي اسمه IOT اللي هو Internet of Things الIOT هو بيسمح لهال عواميد الانارة يتصلوا ببعضون ونقدر نعرف امتى بتحترق اي لمبة او ايزا فيه اي عطل بيكون عندنا كله بالداتا سنتر تبعنا نعم بيروت في حوالي 16 الف ل 17 الف عمود كهرباء هيتغيروا كل الانارة ببيروت هتتغير للد مع بوسبلتي كمان يصير فيها واي فاي communication طاقة شمسية او لا 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 ما في مدينة بالعالم فيها طاقة شمسية كل اللي بيجي بيقلك انه ليه ما بتعملوا طاقة شمسية بتوفروا مصاري بس هونيك عندهم كهرباء كهرباء جاية ما انت عم توفر 70 بالمئة من الطاقة اللي انت بحجل لا لا بس بش يضوه بالنهار ويطفو باللال لا لا هدول معك حق نعم سيد جمال عتاني حكينا كتير والناس بده اكتر وفي انتقادات وحضرتكم قلت انه نحن نتقبل لانه لحتى نحسن اكيد بالعكس بدي اشكر وجودك معنا اليوم سيد جمال عتاني رئيس بلدية بيروت على وجودك معنا واسمح لي وجه تحية لحضرتك وجهتها ولازم لتنا لينا مجذوب على المسؤول الإعلامي بلدية بيروت على كل هذا الجهد والتعاون لحتى نضوي شو عملنا وما هو المطلوب شكرا مجددا انا بس بتمنى على كل المشاهدين اللي عم يسمعونا انه ما يتأخروا ابدا بالانتقاد البناء ويجوا لعنا ويقولونا وين في عندهم مشكلة وانا بيجيني من فوق الخمسين اتصال كل يوم مباشرة ع تليفوني انا فاهلا وسهلا بكل الناس نحن موجودين لخدمة اهل بيروت ما حدا يفكر انه ممكن نرد اي انسان ما من رد حدا يعني عملناها حلقة ست نائية اليوم لانه كل جو السياسي نأمل ايضا اذا خلق ولدت الحكومة كون هيدا دعم للكون الزيادة شاء الله ولكل المواطنين لبنانيين شكرا ايضا للمشاهدين على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة